اول حاجة يعني ايه كلمة كانسر وايه هو تعريف الكانسر الكانسر بالاختصار هو خلية مجنونة خلية خرجت عن شعورها خلية فقدت السيطرة ايه اللي حصل الجسم بتاعي بتكون ملايين الخلايا ملايين من الخلايا دي المفروض بيحصلناها انقسام بشكل مستمر ومتتالي في فترات معينة صح الخلية السرطانية دي بدأت تخرج عن السيطرة وتفقد شعورها وتتجنن ليه قالت انا مش هستنى دوري انا مش هستنى لسه فترتي في الانقسام نمتجيلي بعد سنة ولا عشر ولا عشرين لا انا عايز انقسم حالا وهنقسم حالا واخلى العزوة بتاعتي اكون الخلايا الجديدة بتاعتي هو ده هو ده فكرة الكانسر ببساطة اهو كانسر هو جروب من الدزيز هو مجموعة من الامراض تتميز بان الخلية الغير طبيعية بدأت يحصل لها انقسام بشكل سريع ومتتالي خلاص مفيش قانون بقى تمام؟ قال لك ان الانقسامات السريعة دي والمتتالية دي لو حصل لها انتشار وراحت لأورجنز مهمة او أورجنز فيتال زي البريين والهارد ممكن تسبب الوفاة في الحال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر